ايران وهرمز ورقة الحرب والسلام بعد عرض روحاني لمبادرة من المضيق في الامم المتحدة دون اي اصداء طهران تحاول الهروب من مخرج الطوارئ بالدعوة الى حوار مع الجوار وسوابقها تكذبها النيتو في عامه السبعين تحت تهديد النيران الصديقة خلافات وانقسامات واتهامات بموت دماغي الرئيس الامريكي منفتح على رأب الصدع وابتزاز اردوغان وصداماته مع اوروبا تطغى على السطح السلام عليكم ورحمة الله من جديد تعيد ايران طرح مبادرتها للتعاون مع دول الجوار في حماية الممرات المائية قائلة ان التعاون الاقليمي سيقطع الطريق على التدخل الخارجي في المنطقة هذه المرة يأتي طرح المبادرة بعد بدء تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة بتسيير دوريات في مياه الخليج وربما هذا ما يقلق ايران لكن عليها انتسل نفسها عن السبب وراء ما ألت اليه الاوضاع مراقبون يعتقدون ان طهران ربما تعمل على احداث شرخ في العلاقات الخليجية باعتقادها انها ستلاقي دعما من بعض الدول لكن هذه الدول هي منخرطة بالفعل في اتفاقات دولية مع دول عديدة وعلى رأسها الولايات المتحدة ومن الصعب التخلي عنها ارضاء ليران فما هو سر استماعات الطهران في الترويج لمبادرتها ومن هو المتسبب في عدم امن المنطقة هل يحتاج تغيير سلوك ايران لتوقيع اتفاقيات ام يكفي ان تغير نهجها في التعامل ونشر الفوضى هذا ما سنناقشه بعد اقل تهديد بل واستهداف الملاحة البحرية في الخليج الورقة التي طالما لعبت بها ايران مع احكام طوق العقوبات الامريكية عليها تلغيم سفن تجارية دولية وحرق ناقلات نفط وقرصانة اخريات واحتجازها بل وذهبت الى ما هو ابعد من ذلك بتورطها في الاعتداء التخريبي على منشأتي ارامكو فالاسلحة ايرانية وكل المؤشرات توجه اليها اصابع الاتهام على اعلى مستوى والتحقيقات متواصلة وستعلن نتائجها عدوان واعتداء نظام طهران معه المنطقة على فوهة بوركان قابل للانفجار في اي لحظة والارهاب في الممرات الملاحية الاستراتيجية برزت معه ضرورة انشاء تحالف دولي بحري بقيادة الولايات المتحدة ورأس حربته المملكة لتأمين حرية الملاحة وقتل الطريق على ايران واذرائها تحالف منذ الاعلان عن فكرة وايران تتوجس فالخناق سيشتد وممارسات المرشد وحرسه الثوري ستصبح على رادار الرصد والمساءلة والتحالف بدأ مهامه فعليا واي هجمات ضد السفن وناقلات النفط سيكون الرد عليه دولية مشتركا تحالف توالت معه دعوات ايراني لحوار وعدم الاعتداء مع الادعاء بانه سيجعل منطقة غير امنة في انفصام تام وكأن ايران ليست السبب في تصعيد التوتر وعدم الاستقرار واغلاق المضيق الذي طالما هددت به ايران بات الان محورا للحوار والسلام تحاول طهران الترويج لمبادرة بشأنه فشل الروحاني ان يحصد اي اصداء لها في الامم المتحدة دعوات ربما كشف ابعادها واسبابها اعترف اسحاق جهانجيري نائب الرئيس الايراني بان بلاده تمر باصعب الظروف منذ اربعين عاما في ظل حملة الضغط الامريكية القصوى لكن قبل حديثي عن الحوار اين حسن الجوار وما قاله رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح تعليقا على المبادرة الايرانية الذي طالب طهران بتحسين علاقتها ايضا مع دول العالم ورئيس الايراني يرى ان التحالف اشارة عدائية وقواته تعرض امن واستقرار المنطقة للخطر فماذا عن الاعتداءات الايرانية على الممرات والمنشآت المحمية بالقانون الدولي اهلا بكم للنقاش ينضم لنا هنا في الستوديو الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبدالفتاح من جدة الاكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد باطرفي ومن واشنطن السادة العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن دكتور نبيل ميخايل اهلا بكم ابدأ معك دكتور بشير ماذا عن هذه المبادرات المتتالية التي تطرحى ايران هل هي منطقية بنظرك باخذ في الاعتبار المتسبب فيما آلت الاله لوضع في المنطقة في البداية اشكرك استاذ مفرح على هذه الدعوة الكريمة وفريق البرنامج واحيي مشاهدي هنا الرياض في كل مكان واعبر عن سعادات الغامرة بوجودي في برنامج هنا الرياض من الرياض نحن 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 حقيقة الامر أنه هذه المبادرة من الناحية النظرية تبدو محمودة أن تدعو دولة إلى حسن جوار إلى حفظ أمن إلى ترتيبات أمنية جماعية لكن من الناحية الفعلية تفتقد هذه المبادرة للمعايير الموضوعية التي يمكن البناء عليها أولا هذه لم تكن المبادرة الأولى من نوعها التي تطرحها إيران بشأن أمن الخليج وإنما منذ عهد رفسنجاني وإيران تطرح ومن بعده محمد خاتمي ومن بعده أحمد نجاد وصولا إلى ما ترحه حسن روحاني على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لكن في علم العلاقات الدولية وحينما نتحدث عن الترتيبات الأمنية هذه الترتيبات الأمنية تتطلب إجراءات بناء ثقة تتطلب أيضا إجراءات تظهر شيئا من التعاون وحسن النية من قبل الدولة ما بال إيران تطلق هذه المبادرات بينما هي تمارس القرصانة البحرية تمارس الإرهاب التدخل في شؤون دول الجوار الاعتماد على البروكسز أو الأذرع العسكرية المنتشرة في دول الجوار تثير القلاقل والإضطرابات بطريقة أو بأخرى لا يستقيم الأمر أن تطرح هذه المبادرات من جهة بينما إيران تتصرف بشكل موازي تماما مناقض لهذه المبادرات ظني أن أفضل ما تفعله إيران هو التوقف عن الخروقات والانتهاكات التي ترتكب بحق دول الجوار وبعد ذلك يتم بناء الثقة من خلال إجراءات معينة وأن يتم بلورة هذه المبادرات بالتعاون مع دول الجوار وليس طرح وجهة نظر إيرانية تقوم على إبعاد ما يسمى بالقوات الأجنبية من المنطقة من أتى بهذه القوات الأجنبية إلى المنطقة ليست رغبة الدول العربية الخليجية في هذا الأمر وإنما هي أجبرت على ذلك بفعل الخروقات والتهديدات والانتهاكات الإيرانية المتواصلة أيضا هذه الدول يجب أن تكون متواجدة في النهاية هناك تهديد لأمن الطاقة العالمي يعني قضية الأمن الخليج العربي وأمن الملاحة البحرية لا تخص منطقة الخليج فقط وإنما تخص أمن الطاقة العالمي تخص الأمن الدولي برمته ومن ثم حدث التموضع العسكري والدولي في منطقة الخليج حماية لأمن الملاحة البحرية ولأمن الطاقة العالمي وللأمن الدولي ككل طيب دكتور خالد بطرفي إلى ماذا تحتاج هذه المبادرة التي تستميد طهران في عملية الترويج لها تباعا كي تنجح الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء الكويتي قال بأنه نجاح تلك المبادرة يحتاج إلى توفر الظروف المنائمة ما هي هذه الظروف برأيك الظروف خمفرح أن تبدأ إيران كما ذكر أستاذ بشير بإجراءات لبناء الثقة بينها وبين الدول الخليج تبدأ بالتوقف عن الأذى يعني تخيل أن جارك يريد أن يقيم حوار معك حول حل خلافات فيما أبناءه يرجمون بيتك بالحجارة ويعتدون على أطفالك ويغفزون من فوق السور ويتسببون في مشاكل داخل بيتك وتحت القصف يريد أن يجري حوارا يعني إيران نفسها ترفض أن تجري حوارا مع الولايات المتحدة تحت المقاطعة تريد أن ترفع الولايات المتحدة المقاطعة أولا قبل الحوار وتعتقد أن هذا حق من حقوق السيادة بما هذا المنطق كيف تريد أن تقيم حوارا مع دول الخليج تحت القصف وهي تقصفهم بالصواريخ من خلال الحوثية ومن بطريق مباشر كما حدث على منشآت أرامكو من خلال التدخل في شؤونها الداخلية ومن خلال القصف التهديدات اللفظية والتصريحات التي تأتي في نفس الوقت الذي ينادي ضريف أو روحاني بالحوار نسمع من رئيس الحرس التوري أو من البرلمان الإيراني أو من قادة عسكريين تهديدات مباشرة لدول الخليج ماذا يعني ذلك لك دكتور خالد؟ هل هناك تعارض في المواقف؟ هل هناك انشقاق في الطبقة الحاكمة أو السياسية في إيران؟ هناك في لعبة السياسة ما يسمى الشرطي الطيب والشرطي الشرير يعني واحد يتقدم بموادرة وفي الثاني يهدد بالعصى الغليظة ويعتقدون أنهم بذلك يخيفونك وفي نفس الوقت يعني يشجعونك على القبول بما يريدون هذا تفسير التفسير الآخر أن الذي يحكم إيران حقيقة هم الملالي والمرشد العام علي خامئني وقبله الخميني لأنهم يعتبرون أنفسهم نائبين للإمام الغائب وبالتالي يحكمان بسم الله في الأرض وأوامرهما هي أوامر معصومة من الخطأ وبالتالي كل ما تجده في إيران من حكومة وانتخابات هي مجرد واجهة للعالم الخارج يستخدمونها في مثل هذه المواقف عندما يريدون الخروج من مأزق كالمأزق الذي هم فيه هل هو هروب دكتور نبيل ميخايل إلى الأمام أم محاولة للخروج من أزمتها؟ يعني الدوافع الفعلية لطرح إيران لهذه المبادرة في مشاركة روحاني في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وإعادة التأكيد عليها مرارا بعد ذلك أولا أبدأ حديثي بأنني ألتقط ما ذكرته حرفا هي محاولة للهروب من الأزمة وأيضا أحب أحييك أستاذ مفرح والأستاذ خالد والصديق العزيز القديم الدكتور بشير عبدالفتاح أهلا بك هي محاولة للخروج من أزمة عويصة تعيشها إيران حاليا والعالم كله أشادها والإعلام الأمريكي بدأ في الاهتمام بها بل أن الإعلام الأمريكي أخذ يطرح سؤال هل إيران بصدد تغيير حقيقي داخلي أنا رأيي أن هذه المبادرة لن تقبل من أمريكا يعني هي مرفوضة تماما من رئيس دونالد ترامب لأن إدارة ترامب تريد تغيير حقيقي في سلوك إيران تريد تغيير حقيقي أيضا في معطيات الأمن والاستراتيجيات الخاصة بمنطقة الخليج وأيضا لا أعتقد أن الدول الأخرى زي إنجلترا مثلا أو المملكة المتحدة أو روسيا أو الصين حتى سيتعاملون مع تلك المبادرة بمنطلق الجدية بل بالعكس نحن نرى دعم الأستراتيجهم في هذه المنطقة في منطقة الخليج فهنا في تناقض كيف تطرح إيران مبادرة سلمية وهي لا تملك القوة على تنفذها مع تزامن هذا مع تكسيف وجود عسكري لدول مثل الصين مثل أمريكا مثل إنجلترا مثل روسيا فأعتقد أنها مبادرة مجهضة منذ لحظة ولادتها ولن تقبل بها أمريكا ولن يقبل بها الرئيس ترامب نعم إيران ومضيق هرموز ورقتها التي طالما لعبت بها إيران بين التهديد بالإغلاق تارا واستهداف الملاحة الدولية فيها تارة أخرى وصولا إلى القرصنة نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب دكتور بشير الآن هذه المبادرة وإعادة طرحها من جديد هناك متغير في المنطقة تحالف تقوده الولايات المتحدة في عملية المراقبة البحرية دول التحالف الأخرى ستسير سفن دورية وهناك جزء ثالث مهمة للأفراد في مراقبة وفي عملية تأمين الملاحة البحرية ما الذي يجعل كل هؤلاء يعرفون ويتأكدون بأن أمن الخليج مستتب وبالتالي أمن الطاقة والممرات العالمية فيغادرون أبرز ما يمكن أن يدفع هذه الدول نحو ما تفضلت به والثانب الفرح هو اليقين الذي يترسخ بداخلهم أو يستقر بداخلهم بأن إيران بدأت تتحول من الممارسات الجماعة الإرهابية إلى سياسات الدولة انتقلت من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة حتى الآن تأبى إيران أن تقدم نفسها للعالم على أنها دولة تتصرف بمسؤولية دولية وفقا للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار والعيش المشترك لازالت تمارس سياسات هي أقرب إلى ما دون الدولة non-state actor أو sub-national actor لذلك إذا ما نضغت إيران وانتقلت إلى مرحلة الدولة المسؤولة التي تحترم التزاماتها القانونية والدولية أعتقد هذا سيكون الدافع الأول لخروج هذه الدول أو التعاطي بمسؤولية الأمر الثاني هو الإطمئنان على العلاقات البينية في الإقليم للأسف إيران حتى من خلال هذه المبادرات هي تريد أن تقنن وتشرعن وتطفي شيئا من القبول على سياساتها التوسعية في المنطقة يعني حينما نتحدث عن المسؤولية الدولية إيران تلزم حدودها إيران لا تتدخل في دول الجوار تتوقف عن استخدام البروكسيز في دول الجوار لكن إيران لم تقبل بذلك على الإطلاق دكتور نبيل قال بأنه لا يمكن أن تقنع الولايات المتحدة بهذا هل يعني هذا أنه على إيران أن تعمل على جانبين مثلا مع دول المنطقة وأيضا مع المجتمع الدولي لأن هناك عقوبات وهناك أمور أخرى متعثرة بينها وبين الولايات المتحدة مثلا من اللافت أستاذ مفرح أن العقوبات المفروضة على إيران لا تقتصر فقط على تهديدها للملاحة البحرية أو ممارسات الإرهاب وإنما هناك ما يتعلق بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين هناك ما يتعلق بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل الإيراني هناك ما يتعلق بدعم الإرهاب ومن ثم هناك أسباب ودواعي عديدة لهذه العقوبات على إيران أن تتخلص من كل منها حتى تصل إلى مرحلة صفر عقوبات على دول الجوار الإيراني كدول مجلس التعاون الخليجي أن يكون لديها قناعة بأن إيران توقفت عن كل الممارسات الممقوطة وكل التدخلات والانتهاكات حتى يقتنع المجتمع الدولي أولا لأن أهمية المنطقة وأهمية الدول الخليج التي ترتبط بتحالفات وشراكات استراتيجية مع قوى كبرى كالولايات المتحدة والدول الأوروبية هي تتأسس على حماية أمن هذه الدول وتأمين المنطقة لو أنه ترسخ في ذهن دول المنطقة والدول الكبرى أن إيران بدأت تلتزم بالفعل وبدأت تتراجع عن هذه السياسات أعتقد أن السياسة الدولية حيال إيران سوف تتغير طيب دكتور خالد هناك من يرى بأن إيران ربما تحاول أن تشق الصف الخليجي من خلال طرح هذه المبادرات علها تنضم إليها بعض الدول مع العلم بأن كل هذه الدول مرتبطة بعقود واتفاقات دولية وأولها مع الولايات المتحدة الأمريكية تحضرني هنا قصة ذكرها ضريف قال أنه بعث برسالة إلى الأمير سعود الفيصل رحمه الله يطلب منه أن تعقد حوارات بين إيران والمملكة حول قضايا الخليج وقضايا المنطقة العربية فرد عليه الأمير سعود الفيصل بسطرين قال فيها وما علاقة إيران بالشؤون العربية والشؤون الخليجية حقيقة أن إيران منذ البداية منذ بداية الثورة الخمينية وهي تحاول أن تشقص طرف الصف العربي الصف الخليجي الصف الإسلامي لعلها تنفذ من خلاله إلى مشروعها التوسعي إلى مشروع الدولة الساسانية المهيمنة والمسيطرة على مناطق عديدة من هذا العالم من أفغانستان شرقا إلى أفريقيا غربا ومن تركيا أو جنوب تركيا شمالا إلى اليمن جنوبا هذا هو مشروعها الكبير ولذلك تسعى بكل الوسائل سواء الوسائل السياسية الأمنية العسكرية الإدلوجية العقائدية تحاول فيها أن تشق الصف العربي والخليجي وحتى الإسلامي في إندونوسيا في ماليزيا في نيجيريا في كل مكان يتواجد فيها المبشرون الشيعة يحاولون شق الصف ويحاولون قلب الدول على بعضها ولكن الحمد لله المملكة استطاعت بسياستها الجماعية وليست الفردية من خلال منظمة التعاون الإسلامي من خلال الجامعة العربية من خلال التعاون الخليجي مجلس التعاون الخليجي أن توحد الصفوف أن تغلق كل الثغرات قد يتهيأ لها أنها استطاعت أن تكسب الكويت مثلا ثم يأتي حزب الله ويخرب الرصة كلها بأن تكتشف الكويت بعد زيارة ضريف بأيام خلايا إرهابية أربع خلايا هي خلايا العبدلي وتمولها السفارة الإيرانية وهكذا يحدث في كل بلد عربي تفضح إيران أفعالها ومهما كانت عذوبة الكلام وعذوبة الوعود التي تعد بها دول الخليج فسرعان ما تكشف الحية عن جلدها الحقيقي وعن سمها الحقيقي دكتور نبيل ميخائيل عندما يقول روحاني أمام الجماعية العامة للمهم المتحدة بأن وجود القوات الأجنبية في المنطقة ويقصد بالتأكيد القوات الأمريكية وغيرها يعرض السلام والأمن والاستقرار للخطر يعني ما الذي يعرض أمن هذه المنطقة للخطر برأيك هل وجود هذه القوات أم شيء آخر الوجود الأجنبي العسكري كان ليه ظروف يعني خاصة مع قيام الصورة الإسلامية في عام 79 حدث نوع من عدم توازن القوة فأمريكا رأت أن منطقة الخليج هو منطقة أهمة حيوية لستراتيجيتها وتمثل هذا في إعلان الرئيس كارتر في 23 يناير 1980 بأن أي اعتداء على منطقة الخليج هو اعتداء على الولايات المتحدة وهذا عرف مع بائس عقيدة كارتر لكن في ذاك الوقت كان هناك تخوف من أن الوجود العسكري السوفيتي في أفغانستان قد يؤدي إلى اقتراب السوفيت الشوعيين من منابع الخليج في شبه جزيرة العرب وأيضا إصارة القلاقل لجعل باكستان دولة غير مستقرة حدث بعد عشر سنوات الغزو العراقي لكويت ولم تنهي إدارة بوش المهمة وأبقت على قوات في منطقة الخليج بعدها حدث غزو آخر للإطاحة بصدام فالوجود العسكري الأجنبي مرتبط بأحداث استراتيجية هامة على مدى عقود استمرت حوالي 30 سنة وبعدين دخلنا في الألفية استلسة للبشرية وما زال الوجود الأجنبي حاضر لكن الوجود الأجنبي منطقه يختلف عما كان سبب نشأته منذ حوالي أربع عقود ألا وهو أن إيران تريد التحكم في منطقة الخليج لم يعد هناك خطر سوفيتي لكن أصبح الآن هو خطر زعامة إقليمية تحاول أن تنسق مع تركيا وتسير القلاقل في منطقة استراتيجية حيوية بالإضافة أيضا إلى محاولة عدم استقرار العالم الإسلامي فالوجود الأمريكي مرتبط بأهداف استراتيجية إيرانية يعرضها العالم بأسره طيب دكتور نبيل ربط بين إيران وتركيا وما يعني المشكلات في المنطقة مصر أيضا لديها تخوف من هذا الدور التركي والتوسعي في محيطها بالتالي نحن لا نستطيع أن نغير الجغرافية هذا أمر واقع إيران تركيا قريبة من هذه المنطقة كيف يمكن أو كيف ينبغي أن يكون التعامل معهما السؤال مهم للغاية أعتقد أنه يجب أن يطرح على بساط مراكز التفكير في العالم العربي وعلى أروقة أيضا مراكز صنع القرار لدينا ما يسمى بدول الجوار الإقليمي العربي هذه الدول هي إثيوبيا وإسرائيل وإيران وتركيا التعامل مع هذه الدول يتطلب استراتيجية عربية موحدة إذا ما نظرنا الآن أستاذ مفرح لما يحدث من جانب هذه الدول حيال الأمة العربية تجد أن هناك نقطة التقاء واضحة إيران الآن تعيث فسادا في سوريا في العراق في اليمن وبشكل ما في البحرين وفي مناطق أخرى من الدول العربية بالتزامن تجد أن تركيا هي الأخرى تتدخل في الشمال السوري تتدخل عسكريا في العراق تتدخل عسكريا في ليبيا وحاولت أن تتدخل من خلال السودان وقاعدة سواكن تريد أن تحاصر مصر من ناحية ليبيا وشرق المتوسط وأشياء من هذا القبيل إثيوبيا نعلم ما يمارس ضد مصر من حيث الأمن المائي المصري إسرائيل حدث ولا حرج دربات في سوريا وتتحدث عن دربات في العراق فماذا نحتاج كعرب؟ تحالف عربي أولا نحن نحتاج إلى رؤية عربية مشتركة في كيفية التعامل مع دول الجوار وليس بالضرورة أن تنطوي أو أن تكون هذه الرؤية أحادية الجانب تتطلب مواجهات أو صدامات أو تصعيد وإنما على الأقل أن نفهم سياسات هذه الدول ماذا تريد هذه الدول غالبا كل دول الجوار العربي تعلم ماذا تريد من العالم العربي المشكلة أن الدول العربية لا تعلم ماذا تريد من هذه الدول ولا تعلم كيف تتعامل مع هذه الدول هناك أيضا تعامل أحادي تجد أن كل دولة تتعاطى مع دول الجوار بمنهج مختلف وأسلوب وستراتيجية مغيرة نحن بحاجة إلى موقف عربي رؤية نبلو الرؤية عربية موحدة تجاه هذه الدول مسألة التعايش والتفاهم رغم وجود الخلافات رغم وجود تاريخ صراعي هذا أمر تمليه الوقائع ويمليه الأمر الواقع حاليا أعتقد أن تركيا وإيران برغم الخلافات العميقة التهديد التركي للدول العربية لا يتساوى مع التهديد الإيراني على سبيل المثال في النهاية تركيا دولة سنية يمكن أن تكون عمقا استراتيجيا هناك خلافات وأنا أقول هذا الأمر وأنا مصري لكن لماذا لا نتعامل مع الواقع الآن ونترك الماضي يعني الدول الأوروبية عاشت حروبا بينها البين في الملف الثاني سنناقش حلف الناتو وله سبعين عاما الآن فبالتالي ما الذي يمنع العرب لدينا الجامعة العربية ولكن العمل العربي المشترك فعلا تحرك موحد يمنع العرب أمران الأمر الأول هو غياب الرؤية العربية المشتركة والموحدة زي ما حضرت تفضلته أستاذ مفرح ما كان يعرف بالنظام الإقليم العربي طوارى ما كان يسمى بالعمل العربي المشترك أصبح شيئا من الماضي نحن بحاجة إلى بلورة رؤية واحدة حتى أن هذه دول دول الجوار والدول الكبرى تقول وأين هم العرب هل نتعامل مع العرب ككيان موحد أم كوحدات مختلفة إقليمية هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني أن العرب أوكلوا إلى أطراف غير عربية رسم سياسات عربية أو بلورة رؤية حيال التعامل مع دول الجوار يعني للأسف الشديد بعض المواقف التي تتخذ حيال دول الجوار العربي قد لا تكون من وقع ونسج السياسات العربية بقدر ما تشترك فيها أطراف إقليمية ودولية ومن ثم ليست سياسات عربية صرفة لذلك نحن بحاجة إلى أن يكون التعاطي مع دول الجوار تعاطيا عربيا وهذا لا يمنع التنسيق مع المجتمع الدولي مع الحلفاء الدوليين لكن أن تكون الرؤية نابعة تحديد المصالح والتهديدات والأولويات أن ينبع من العرب أنفسهم وليس من سواهم دكتور خالد بطرفي أنت كيف ترى رؤية عربية ما هي معالمها في التعامل مع الدول الجوار ودول المحيط هنا والله الرؤية العربية اليوم أتكاد تنحصر في ثلاثة دول السعودية ومصر والإمارات العراق كما ترى وضعه ونفس الشيء بالنسبة لسوريا هذا الرباعي أو الخماسي الذي كان تقوم على عمدته أنشطة العالم التعاون العربي كلها وهو السور الذي كان يمنع كثير من التدخلات بالتنسيق بينهم ورأينا في صد الأدوان أو الغزو العراقي للكويت أن هذه الدول كيف اجتمعت وكيف استطاعت أن تفعل شيئا اليوم لم يبقى خاصة بعد سقوط دولتين من هذه الدول الخمس تحت الهيمنة الإيرانية غير ثلاثة دول وبعضها مشغول بشؤونه الخاصة يعني مصر مشغولة أيضا بالشأن الداخلي فأصبحنا الآن نواجه أزمة في التعاون العربي بين الدول الفاعلة ولكن أعتقد أن هذا الأمر يعني يمكن التغلب عليه بتقوية هذه الثلاثة الدول أكثر لتغطي النقص أليس فرصة دكتور خالد أليس فرصة الآن للعرب بحكم أن هناك انتفاضة في الداخل الإيراني هناك ثورة عليها في العراق وهناك في لبنان ودورها ينحسر تماما في المنطقة حتى في سوريا فبالتالي هي فرصة لاستعادة زمام الأمور بالنسبة للعرب بالتأكيد أنا منذ زمن يعني طرحت فكرة أن أعترف بحكومة الأحواز حكومة عربية وأن يكون لها مقعد مراقب في جامعة الدول العربية هذه خطوة لا بد منها اليوم لا بد من وقفها لدعم الشعب العراقي الشعب اللبناني أمام العدوان الإيراني عليه لا نقول قوات الأمن اللبنانية والعراقية بل الحرس الثوري قاسم سليماني الآن يدير عدوان على أخواننا العرب في العراق وحزب الله الإيراني يدير حربا أخرى على أخواننا في لبنان أنا أعتقد أن هنا لا بد من وقفة عربية للدفاع عن الشعوب العربية في وجه هذه الهجمات الفارسية دكتور نبيل باختصار أنت كرمت أو نعم باختصار عن الرؤية العربية هل الظروف ملائمة لبلورة موقف موحد يتعامل مع دول الجوار يستبق التهديدات والأحداث وليس فقط ينتظر حتى تحصل ثم يكون هناك حراك جماعي لاحقا ليس هناك موقف موحد لكن هناك حد أدنى من التفاهم العربي العربي بضرورة وقف زعزعة الأمن القومي العربي الأمر بيطباعد حاليا عن القضية الفلسطينية ويركز على شؤون سوريا واليمن والعراق فأنا أعتقد وحتى ليبيا مع الاتفاق الأخير التركي الليبي بشأن الملاحة في البحر المطاصد فأعتقد أن هناك دول ريادية أو محورية عربية مثل المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الإمارات بيحاولون توجيه الأمن القومي العربي إلى مخاطر القوى الإقليمية اللي بتحاول زعزعة استقراره وأيضا لديها طموح على حساب مصالح الشعوب العربية توجه سيران من التحالف البحري الدولي بدأ واضحا منذ إعلان واشنطن العمل على إنشاءه لتتحدث عن قوات أجنبية في المنطقة تطرح مبادرة لاحقا لأمن هرموز متناسية أنها لطالما ابتزت الجوار والعالم بأمن هذا المضيط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب دكتور خالد هل تتوقع بكل هذه الظروف المحيطة بأن تغير إيران من تعاملها من سلوكها مع دول الجوار مكرهة أو راضية مكرهة ممكن يعني طرت إيران أن تقبل بقرارات مجلس الأمن في حربها مع العراق وقال الخميني في ذلك الوقت أنني سأتذوق أو سأتجرع السم وأقبل بالتوقيع على اتفاقية السلام عندما يصل الأمر إلى كسر العظم تقبل إيران أو تتهرب يعني رفسا جاني بعد أحداث الخبر تفجيرات الخبر 1996 جاء إلى المملكة وطالب من المملكة في زيارة طويلة أن تقبل أو أن لا تتعاون مع الـ FBI أو لا تكشف عن الدور الإيراني في هذه التفجيرات مقابل أن يضمن في رئاسة التي استمرت عشر سنوات عدم تكرار هذا الأمر لم يتكرر هذا الأمر خلال عشر سنوات على هذا النحو على قلف المملكة ولكنه تكرر بعدها فإذا إيران عندما يعني على الأقل هناك أمل في تغير السلوك تغير السلوك مؤقتا يعني حتى نحن وجدنا هذا الأمر في الحوثيين مثلا عندما يجدون أن أمفسهم تحت الضغط يطلبون الهدى تغيرونه قليلا ثم يستفيدون من هذا الوقت لعادة التموضع وعادة التسليح والقيام بمرة أخرى بمعاودة الهجوم ونقض الهدى شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور خالد بطرفي كنت معنا من جدة وأستاذناك دكتور بشير دكتور نبيل في البقاء لنناقش في هنا الرياض بعد قليل مشاهدين من فنتاري في عامه السبعين حلف الناتو مثقل بالأزمات والتحديات والتلاسن بين ماكرون وأردوغان يتحول في لندن إلى اتهامات مباشرة لأنقرة بالتعامل مع مقاتلي داعش قمة الناتو هذه المرة بنكهة مختلفة القمة السبعون للتحالف تعقد وسط خلافات ظاهرة بين الأعضاء فماكرون اعتبر حلف الأطلس في مرحلة موت دماغي تصريحات وصفها ترامب بالبغيظة فيما رد أردوغان بأن على ماكرون فحص دماغه فهو الميت كما تسيطر الخلافات الأوروبية مع تركيا على هذه القمة خاصة مع نية أثناء أيضا طلب دعم من الناتو ضد تركيا التي وقعت اتفاقا مع ليبيا ترى اليونان أنه يستهدفها فهل تنجح حالة الصدمة التي ولدتها تصريحات ماكرون في إنقاذ التحالف هل ينجح القادة في عادة التنسيق بين دولهم أم أنهم سيشاركون في جنازة الناتو وربما دفع الناتو في عامه السبعين تحت نيران صديقة وسط أجواء يغلب عليها الخلافات والإنقسامات يجتمع قادة حلف شمال الأطلسية الناتو في لندن خلال مرحلة حرجة ربما لم يبدو مستقبل الناتو أكثر غموضا منها في ظل تهديدات تواجهه من الداخل قبل الخارج قمة في صدرها خنجر فرنسي بعدما وصف الرئيس ماكرون الحلف بأنه في حالة موت دماغي تصريحات مثلت صدمة عبر عنها الرئيس ترامب خلال لقائه مع الأمين العام للناتو إنه تصريح قاس عندما تدلي بتصريح مثل هذا إنه باغيض للغاية بشكل أساسي للأعضاء الثمانية والعشرين غير أن ترامب أكد العمل على حل الخلافات مع فرنسا في لقاء جمعه بماكرون الذي سبق وأن دعا لإنشاء جيش أوروبي للدفاع عن القارة فيما استبق الرئيس الأمريكي القمة بانتقادات للتوزيع غير العادل لأعباء الإنفاق الدفاعي للحلف موجها سهمه بالأساس لألمانيا مشيرا إلى نجاح ضغوطه في زيادة عدد الأعضاء الملتزمين بالإنفاق منذ توليه الرئاسة انقسامات عميقة تركيا عنوان رئيس في إشعالها بعدوانها على الشمال السوري وعلى الحدود البحرية اليونانية وعلاقتها الدفاعية المتناوية مع روسيا إلى جانب التلسن بين أردغان وماكرون بسبب الموت الدماغي ومهاجمة الرئيس الفرنسي نظام أردغان واتهامه بالعمل مع تنظيم داعش في سوريا عندما أنظر إلى تركيا أرى الآن أنها تقاتل ضد من قاتلوا معنا وأحيانا تعمل مع مقاتلين على صلاة بداعش قمة تتداخل مع أجواء بالغة الحساسية في البلد المضيف بريطانيا خلال أيام قليلة على انتخابات عامة يعول عليها رئيس الوزراء بوريس جونسون في إتمام بريكزيت المتعثر وبينما تركز نقاشات قمة لندن على العلاقات مع روسيا والصين والأوضاع في سوريا قد يكون التحدي الرئيس للحلف هو الإبقاء على أحدته وفعاليته أهلا بكم من جديد واصل مع الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبد الفتاح ومن واشنطن أستاذ العلوم السياسية دكتور نبيل ميخايل ينضم إلينا من لندن عضو المعهد الملكي للشؤون الدولية دكتور عبدالله حمودة دكتور عبدالله حمودة هل إلى موت بالفعل بعد هذا الموت الدماغي لحلف الناتو أم محاولة إنعاش ستنجح على واقع كل هذه الخلافات والقطيع بين الدول والتصريحات المتعارضة والمتناقضة يعني تبدو السياسة الغربية بوجه العام وكأنها تتمتع بالقدرة على إعادة تجديد نفسها مع المراحل التاريخية المتعاقبة كان من المتصور وقت سقوط حلف ورسو أن يحل حلف الأطلنطي نفسه لكن جاءت أحداث حرب البلقان عندما تفككت يوغسلافيا وتدخل حلف الأطلنطي هناك وكان هذا أول تدخل خارج إطار الدول الأعضاء فيه ثم تدخل بعد ذلك في أفغانستان وفي العراق يحاول الحلف أن يجد سببا للحفاظ على العلاقة بين الدول الغربية المنضوية تحت لوائه وتجديد مهمه لكي يبقى على ما هو عليه لكن بعد سبعين عاما الآن نشأت ظروف جديدة ولعل من أهم هذه الظروف السياسة الجديدة التي تتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ابتداء من الضغط على الدول الأعضاء الأخرى لزيادة إسهامها المالي والعسكري في عمليات الحلف ومن ناحية أخرى نهج الحرب التجارية الذي اتبعه مع الصين ولكنه امتد أيضا ليشمل الدول الحليفة الأخرى يعني إلى جانب ذلك ما يتحمله الرئيس الأمريكي ينصرف إلى أن الإحساس بالقوة في قيادة الحلف جعل الولايات المتحدة تتبع سياسات أحادية وتتخذ قراراتها دون مشورة الـ 28 عضوا الآخرين سؤال على الهامش دكتور حمودة سيلتقي ترامب مع قادة ألمانيا فرنسا ولن يلتقي بوريس جونسون هناك أخبار بأن بوريس جونسون أصنر تعليمات واضحة بشأن رغبته في الابتعاد عن دونالد ترامب لأنه ليس له شعبية في بريطانيا والشيء الثاني أنه يواجه مشكلات هناك في الولايات المتحدة وربما تنعكس على الرجل صحيح هذا صحيح وأيضا إلى جانب أن هناك قضية بين بريطانيا والولايات المتحدة أثرها حزب العمال المعارض بشأن أن هناك مفاوضات سرية لبيع مؤسسة الرعاية الصحية البريطانية لشركات أمريكية وصداقة ترامب مع بوريس جونسون تعتبر عبئا على بوريس جونسون في فترة الانتخابات ومن ثم فهو لن يلتقي إلا في اللقاءات الجماعية الرسمية فقط طيب ماكرون له تصريحات عديدة ولكن أيضا بعد تصريحه الشهير عن الموت الدماغي لهذا التحالف قال ترامب لا يشاركنا في فكرتنا عن المشروع الأوروبي الولايات المتحدة تبدي مؤشرات على إدارة ظهرها لنا هل هذا التحالف في طريقه للتفكك بعد سبعين عاما أم أن موضوع هذه التصريحات قد تعيد ترميم من جديد دعني أربط أستاذ مفرح ما بين الحديث عن تفكك الناتو وتفكك الولايات المتحدة الأمريكية منذ انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي السابق في العام 1990 والعالم يتساءل ما مصير حلف الناتو هل سيتفكك هل سينتهي لا سيما وأن الغرض الأساس الذي من أجله أسس الناتو وهو حلف ورسو والاتحاد السوفيتي قد توارى إلى غير الرجعة ومن ثم لا يوجد مبرر استراتيجي لبقاء حلف الناتو حتى مع بوادر عودت روسيا إلى لاعب دور؟ ده منذ تسعينيات القرن الماضي كانت روسيا خارج السياق تماما ومع ذلك استطاع الناتو أن يتوسع باتجاه الشرق وأقام شراكات استراتيجية مع عشرات الدول إذا كنا نتحدث عن 28 عضو في الناتو هناك عشرات الدول التي ترتبط بشراكة استراتيجية مع الحلف أي أنه بدأ في التوسع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومن حيث الأهداف بدأ يختلق أهداف جديدة كمحاربة الإرهاب كمحاربة الهجرة غير الشرعية وبدأ يوجد لنفسه أهداف مغيرة غير مواجهة الاتحاد السوفيتي إذن ترى أن المشكلة هي في توسع عدد أعضائه في زيادتهم؟ لا أعتقد أن المشكلة في التوسع المشكلة في بدايات لتناقض المصالح داخل الحلف مشكلة فرنسا على سبيل المثال ولها تجربة في الخروج العسكري من الناتو لمدة طويلة من الزمن ثم العودة مجددا فرنسا تتطلع إلى فكرة الاستقلال الاستراتيجي والدفاعي عن مظلة الولايات المتحدة والناتو هي ترى أن واشنطن تهيمن على الناتو ترى أن أوروبا لابد أن تندق سياسيا ودفاعيا بحيث يكون لها سياستها الدفاعية المستقلة عن الولايات المتحدة والناتو ويكون لديها جيشها الموحد ومظلتها النووية بعيدا عن الولايات المتحدة صحيح أن هذا الإجراء ليس عليه إجماع أوروبي وهذه المبادرة لا تحظى بدعم أوروبي لكن في نهاية المطاف هذا الطرح يعكس أن شرخا موجود داخل حلف الناتو مسألة المادة الخامسة التي لم تفعل من ميثاق الناتو إلا مرة واحدة وهي ما يتعلق بأفغانستان في 2001 بعد الهجوم على برجي مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية هناك تناقض بين تركيا واليونان على سبيل المثال وآخر هذه التناقضات طبعا هناك خلافات حول بحر إيجا حول قبرص واليوم حول ليبيا اليوم اليونان استدعت السفير التركي لديها خصوصا فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الذي أقريبها بين حكومة السراج وبين تركيا أي أنه داخل الناتو بدأت التناقضات ناهيك عن دعوة ترامب بدول أوروبا لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج القومي الإجمالي ما يعني أن تناقضات بدأت تتسع داخل الحلف طيب دكتور نبيل هناك مصدر دبلوماسي فرنسي سابقا قال بأن ما أثار ردود الفعل في أوروبا على تصريحات ماكرون هو الأسلوب والشكل لكن الصدمة الكهربائية نجحت من خلال فرض نقاش حول استراتيجية الحلف وتعزيز الدفاع الأوروبي هل تعتقد أن هذا نجح بالفعل؟ على الرئيس ماكرون أن يترجم أقواله إلى أفعال هذا الأمر موجود منذ أيام ديجول حاول ديجول أن ينسحب أو فعلا انسحب من الجناح العسكري أو القيادة العسكرية لحلف نيتو في منتصف الستينيات لكنه لم يستطيع توحيد أوروبا بشطريها أثناء الحرب الباردة أو أنه يقود سياسة مختلفة عن الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة لكن لا أعتقد أن يمكن الأخذ بتلك التصريحات مأخذ الجد لأن تملي فرنسا تحتاج إلى أمريكا لمواجهة بريطانيا وألمانيا أنا في رأيي أن مستقبل حلف شمال الأطلاسي يتوقف على عام الواحد قد تختلف معي فيه أستاذ مفرح ما هو مصير نيتو بعد رحيل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لأن خطواتها مثلا في الأزمة السورية واصطدفتها لما يقرب من نصف مليون لاجئ سوري أثر أيضا على سياسة سياسات حلف نيتو طريحة القول ما هو أسلوب تعامل حلف نيتو مع الأزمة السورية لكن نحن نتكلم عن الذكرى السبعين دكتور نبيل أليس عملا مؤسساتيا ما نشهده سبعين عاما لم يقم على شخص أو آخر نعم طبعا حتى هنري كيسنجر قال أن هذا الحلف هو أطول حلف في تاريخ البشرية لكن أيضا نجح أيضا في ضم أعضاء من حلف ورسو لكن هو يبين على أهمية العلاقات الأطلسية ما بين أمريكا وأوروبا وأيضا يقيم ربط مهم جدا ما بين الاقتصاد والأمن القومي في أوروبا لأن توسع نيتو في التسعينيات من القرن الماضي تزامن أيضا مع عرف ما اسم الانلارجمنت أو أن يستقطب الاتحاد الأوروبي العديد من الأعضاء فأعتقد أن حلف نيتو هو شهادة على تزامن وتوازي السياسات الاقتصادية الأوروبية مع سياساتهم الخاصة بالأمن القومي طيب ولهذا سيستمر الحلف إلى فترة طويلة حتى لو حدثت خلافات طيب هذه الخلافات دكتور حمودة يعني موقف أوروبي موحد ربما ضد تركيا هناك علاقات بين باريس وأنقرة في طريقها إلى القطيعة أو على وشك ذلك هناك رئيس الوزراء اليوناني قال بأن أثنى ستطلب الدعم من حلف الأطلسي ضد تركيا كيف سيتعامل النيتو في هذه القمة مع كل هذه التحديات برأيك؟ يعني كانت هناك خلافات سابقة بين اليونان وتركيا وتدخل حلف الأطلنطي ليس ضد طرف مع طرف ولكن بممارسة ضغوط ومحاولة التوصل إلى أنواع معينة من التسوية حتى عندما قامت العمليات العسكرية بين الطرفين كان موقف حلف الأطلسي هو أن نأي بالنفس عن التورط لأن كل منهما كان لها الحق أن تطلب أن يساعدها الحلف طبقاً للمادة الخمسة من اتفاقيته ما يجري من جانب تركيا هو محاولة اللعب على الحبال المختلفة هي تحاول الدخول إلى الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تستوفي شروط العضوية ومن ثم تظل في خانة الانتظار بالنسبة للموقف في منطقة الشرق الأوسط تحاول الظهور بمظهر الدولة القوية التي تستطيع أن تعمل صفقات مع دول عربية ضد دول عربية ومع دول غير عربية ضد دول عربية أيضاً وتحاول اللعب على جميع الحبال ومن ثم الاتفاق الذي عقدته مذكر التفاهم التي عقدتها مع حكومة السراج في ليبيا بشأن الحدود البحرية وليس بالضرورة الملاحة لأن الملاحة مفتوحة في البحر المتوسط لجميع الأطراف كيف سيتصرف النتو هنا؟ مع اليونان أم مع تركيا؟ أم ضد الاثنين أم مع الاثنين؟ كيف؟ أعتقد الأرجح أنه سيكون هناك ضغط على أنقرة نحن نذكر أن هناك غضبة عامة في أوروبا ككل وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص بشأن تعاقد تركيا وحتى تسلمها أجزاء من صفقة الصواريخ S-400 الروسية وهذا يخلق قضية خطيرة أخرى وهي الولاء روسيا لا تريد أن تقع أسلحتها في يد الغرب ويعرف أسرارها إلى أي حد ستحافظ تركيا على شروط التعاقد بشأن هذه السرية وكيف تظل عضو فاعل ومشارك في حلف الأطلنطي تقدم له القواعد في ديار بكر وغيرها هذه النقطة التحرك التركي في شمال سوريا تم بنوع من التنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أن تخلل الولايات المتحدة الأمريكية وتترك المجال لروسيا وتترك حلفائها السابقين الأكراد للذئاب الأتراك يأكلونهم روسيا دخلت على الخط وأجرت ترتيبات لمناورات مشتركة روسية تركية لمحاولة كبح جماعة التمدد التركي وهناك وقفة ضد إعادة التغيير الديمغرافي في شمال سوريا يعني كل هذه تخلق خلط أوراق وما جرى بما يسمى تواطئ من الولايات المتحدة مع تركيا يعتبر نوع من طيب داني رشرك جاء بإدانة أوروبية نعم لدى كل دولة ربما أوراق لللاعب مثلا الرئيس التركي قبيل القمة قال إن بلاده ستعارض خطة حلف شمال الأطلسي للدفاع عن دول البلطيق وبولندا إذا لم يقر الحلف بأن أنقرة تقاتل جماعات إرهابية وتدخل في شمال سوريا جاء بموافقة أمريكية فكيف يمكن التعامل مع هذه الأوراق المختلفة المشكلة أستاذ مفرح أن تركيا تنظر إلى النيتو باعتباره حلف غير مفيد بالنسبة لها من الناحية العملية ربما كان أهم قرار استراتيجي اتخذته تركيا عقب الحرب العالمية الثانية هو الانضبام للنيتو في العام 1952 وبالمناسبة هذا الانضبام لم يكن سهلا وإنما جاء بشق الأنفس قدمت تركيا ترضيات عديدة للقبول أولا الاعتراف بإسرائيل وكانت أول دولة مسلمة تعترف بإسرائيل شاركت في الحرب الكورية قدمت قوات حفظ السلام حتى يعني تعزز الجهود الأمريكية لضمها للنيتو لكنها لا تشعر أنها استفادت من النيتو على وغل الإطلاق يعني كلما استعانت تركيا بالنيتو لم يدعمها لكنها تستطيع أن تعطل عمله الآن هناك أوراق متداخلة متشابكة وهناك متناقضة كيف يمكن حل حالة هذا الوضع للنيتو اليوم؟ يعني نجاح حلف النيتو في الاستمرارية لمدة 70 عاما برغم التناقضات التي تأسس عليها أعتقد أنها تعطيه مناعة وقدرة ومرونة على تجاوز مثل هذه الخلافات ظني أن المشكلة أو التحدي الأساسي أمام النيتو والمتغير التركي هو روسيا بالأساس أولا هناك دول أوروبية تطالب بإعادة هيكلة العلاقة مع روسيا التي من أجلها أساس النيتو يعني الرئيس مكرون تحدث عن إمكانية إعادة هيكلة العلاقات مع روسيا روسيا الآن تتحكم في أمن الطاقة الأوروبي الأوروبيون يعتمدون على إمدادات الغاز لدي دقيقة ربما أخذ تعليقا مختصرا الشعبوية في العالم هل تؤثر على عمل التحالف؟ نعم تؤثر بشكل كبير لأن القيادات التي ستفرزها هذه الشعبوية ربما لا تكون متمسكة بأسس هذا التحالف نبيل ما رأيك الشعبوية هل ستؤثر على هذا التحالف بعد سبعين عاما؟ نعم لأنها ستجعل القومية مضادة لفكرة الدولية وهي أساس حلف نيتو دول تتدخل في شيء أخرى الحركة الشعبوية تقول هي حركة انعزلية في منطقها ليس لدينا أي شأن بمشاكل الدول الأخرى فنعم الشعبوية ستؤثر سندا على مستقبل وحاضر حلف نيتو شكرا جزيلا دكتور نبيل ميخايل أستاذ العلوم السياسية بجماعة جورج واشنغطن وأشكر من لندن عضو المعهد الملكي لشؤون الدولية دكتور عبدالله حمودة وشكرا أيضا لضيفنا هنا في الاستوديو الخبير في مركز الهرم للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور بشير عبدالفتاح وشكرا موصول لكم مشاهدين التناقضات داخل النيتو بدأت منذ تركيز ترامب على الاتفاق أو الانفاق الدفاعي للدولة والتباييونات الكبيرة بينها نلتقيكم غدا في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة